المواطن بقى فيه مواطن فيها حسن ظن بالله عز وجل من هذه المواطن عند الازمات اه هي ذي المشكلة عند الازمات والملمات والتضحيات وكسة الفتن وتقلب الامور وغلبة الديون وضيق العيش ضيق العيشي وضيق العيش كل دي دي اوقات ومواطن لابد ان يتأكد عندي وعند حضرتك وعند المسلمين جميعا حسن الظن بالله عز وجل استمع كده الى هذا الحديث ونعيش مع بعض لحظات عفوا في ساعة الترغيب وساعة الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ترك شيئا لم يقول لنا ترك شيئا لم يعلمنا اياه ترك شيئا لم انصحنا به ترك شيئا يضضنا الا ونهانا عنه اين نحن من هذا اين هذه الامة من هذا وما يحدث حولنا الان كاشف لكل شيء على رأي المسأل لا داعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقه من نزلت به فاقه فانزلها بالناس نقرأ الحديث ثم نعود اليه من نزلت به فاقه ثم او فانزلها بالناس لم تسد فاقته الا اله الا الله سبحانك يا رب من نزلت به فاقه فانزلها بالناس الارض كلها كل الناس جمعهم ليحلوا له هذه الفاقة لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقه فانزلها بالله عز وجل فيوشك الله له عز وجل برزق عاجل او ااجل هتحلل المشكلة فالاستعانة بالله عز وجل وتعلق القلب بالله عز وجل من اهم ما يفرج الهموم ويرفع القلوب في الدنيا والاخرة من نزلت به فاقه ايه الفاقه دي الحاجة الشديدة كلنا في حاجة الى هذا الفاقه هي الحاجة الشديدة من ضكف العيش من تجهيز بنات من تزوج بنات من اي حاجة انت محتاجها وحسيت فيها ان فيه تضييق في هذه المسألة الشباب الذين تجاوزوا 35 ولم يتزوجوا والبنات الذين يتزوجوا 25 ولم يتزوجوا هذه فاقه هل لجأتم الى الله عز وجل القالة عمل ايه خليك زمانة حبيب هل لجأت الى الله عز وجل من نزلت به فاقه فانزلها بالناس وحل النزل فعوق انزلها بالله عز وجل انزلها كل انا صابر على ما حدث لي من نزلت به فاقة فيه ضيق او اي شيء ما كانت كما قلت فانزلها بالناس اي طلب من الناس ان يرفعوا عنه هذه الحاجة لو سمحتوا يا جماعة انا في مشكلة كده ساعدوني وحلوم من فعوق اعتمدنا على الناس في رفع هذه الحاجة لن ترفع لن ترفع ابدا وكأ ده مش بس لن ترفع ده هتبقى فيه عقوبة ومصيبة جديدة هي لم تسد فاقته لم تسد حاجته ولو جمع اهل الارض جميعا شوفوا الناس بيعتمدون على من الان في مواجهة العالم كله يعتمدون على الله عز وجل نزلت به فاقه ما ايدي فاقه فاقه ايه لا يعتمدون على بشر ولم يطلبوا من بشر انما يطلبون من الله عز وجل فهو في معيتهم ان شاء الله ينصرهم ويشفي صدور قوم مؤمنين لان المشكلة في ايه ان لما تنزل بالانسان فاقه ويعتمد على الناس اعتمد على من لا يملك له لا نفعا ولا ضررا هي دي مشكلتنا بتعتمد على واحد لا يملك لك لا نفعا ولا ضررا وده اللي بيسمى العلماء ايه الاغيار يعني ايه الاغيار انت اعتمدت على واحد يجلس على هذا الكرسي طيب غدا هيمشي غدا على من تعتمد على الذي يأتي بعده هيمشي على الذي بعده انت هتفضل طول عمك تدور على واحد وسطه او مش عارف ايه او اغيار ابحث عن الذي لا يتغير ولا يتبدل انه واحد احد فقط ليس هناك سواه ليه تبحث عن الاغيار ابحث عن الذي لا يتغير من نزلت به فاقة حاجة شديد ايا كان ها فانزلها بالله عز وجل لجأ الى الله عز وجل يسأل الله ان يرفعها عنه يسأل الله ان يعينه فيها يسأل الله انني اعتمد على الله في هذه المسألة وظن اهم حاجة الظن وظن بالله ظنا حسنا ان هذا الشيء لا يرفعه عنه الا الله عز وجل ولا يعينه ولا 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 الا الله عز وجل يوشك الله عز وجل ان يرزقه بطلبه عاجلا او اجلا ان يقترب له الفرج اقترب الفرج لانك لجأت الى من الى من يفرج الشيء لذلك نحن في حاجة الى توبة كما قلت في الحلقة السابقة لاننا اخطأنا في هذه المسألة من منا لم يعتمد على غير الله كانت مصايب احنا بنعتمد المشكلة ان فيه مش الافراد لا اللي قال عنها رب العزة ضرب الله مثلا عابدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير تخيل فرد بيعتمد على فرد في دول بتعتمد على دول في عالم بيعتمد على عالم اتق الله نقول ان نعتمد على الله عز وجل وسننظر النتيجة وعندنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كنا في غزوات بات تلتمية في مواجهة الف وغيرهم من كنا في كذا وكذا في الغزوات في غزو التابوك كنا كم عددنا كم ها عددنا كم وعددهم كم الاف مؤلفة مقابل مئات العشرات المئات مثلا ومع ذلك وما النص إلا من عند الله وما رميت اترميت ولكن الله رمى هذا ما يحدث اخواننا الآن سددهم يا رب وسدد رميهم وزدهم بفضلك وكرمك وعليك بأعدائهم انك ولي ذلك والقادر عليه تخيلوا معي قبل ان اقول نحن في حاجة الى توبة مما احدثناه في هذه النقطة وانا اقول لنفسي لو لم تكون التوبة قد شرعها الله عز وجل لنا يعني لو لم يكن الله عز وجل قد شرع لنا التوبة ماذا فعلنا لا استشرى الانسان في المعاصي ما خرج منها حتى جهنم والعاذ بالله لان المجتمع يشقى بمعصية انسان المجتمع يشقى بمعصية انسان فالتوبة هذه نافعة للانسان ونافعة للمجتمع كله يعني قاطع الطريق مثلا يعني لو تاب خلاص اصبح الطريق امنا يبقى المجتمع كله استفاد وهكذا وهكذا اللي بيبيع المخدرات او بيتاجف فيها لو توقف المجتمع كله تطهر من هذا على سبيل المثال يعني اشتركوا في القناة